جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من الكتب المعروفة لابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق إنها الطبعة الأولى دعاء مفصل مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ من صفحة 311 الدعاء طويل أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الدعاء صفحة 313 الدعاء من أدعية الفرج من الأدعية التي ترتبط مضامينها بقائم آل محمد صلوات الله عليه في شؤون غيبته وشؤون ظهوره مما جاء في هذا الدعاء اللهم وصلي وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسنت إليهم من أمر دينك واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا هذا العنوان هذا العنوان مر علينا في الحلقة الماضية في صلاة أبو أبو الحسن الضراب وفي دعاء مروي عن إمامنا الرضا قرأت ذلك عليكم من مفاتيح الجنان وبينت لكم من أن ولاة العهود هذا العنوان لا علاقة له بالمهديين الذين يشرحون هذا العنوان بالمهديين الاثني عشر لا فقه عندهم لا يفقهون كلام العترة الطاهرة المراد من هذا المصطلح من ولي العهد هو الذي أصدر الإمام الحجة صلوات الله عليه قرارا بتنصيبه في حكومة على الناس في شأن من شؤون الولاية والإدارة صدر القرار بتعيينه وأعطاه وأعطاه الإمام القانون الذي يعمل به وهو العهد يقال له ولي العهد من أنه مسؤول عن هذا القانون الذي يريد الإمام منه أن يعمل به وذكرت لكم مثالا إنه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر هذا مثال معروف ومعروف جدا نحن هكذا نقرأ في الروايات والأحاديث ومرة هذا الحديث علينا في الحلقات المتقدمة إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك في زمانه أمير المؤمنين أمير المؤمنين كان يكتب العهود على الورق كان يكتب العهود على الجلد على ما كانوا يكتبون عليه لكن في زمن القائم فإن الأمر سيكون مختلفا جدا إذا قام القائم بعث في أقاليم في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها وحدثتكم عن هذه التقنية الفائقة فيما مر من حلقات هذا البرنامج هذا الذي يقال له هذا هذا ولي العهد هذا عنده عهد من الإمام وهو مسؤول عنه هو الذي يتولى أمر هذا العهد فهؤلاء هم ولاة العهود إنهم وزراؤه إنهم عماله إنهم موظفوه إنهم الذين يعينهم أيام حياته أيام حكومته لإدارة شؤون البلاد والعباد هؤلاء هم ولاة العهود فهذه الأدعية لا تتحدث عن المهديين وإنما تتحدث عن أنصار الإمام وأعوانه الذين نصبهم في مقامات حكومية معينة وأوكل إليهم من الأمور ما أوكل إليهم اللهم وصلي على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسنت إليهم من أمر دينك واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا وصل على آبائه هنا ستكون الصلاة على الأئمة الأصل ولا ذكرى للأئمة المهديين في هذا الدعاء وصل على آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين اللهم فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأولاة أمرك وخالصتك من عبادك وخيارتك من خلقك وأوليائك وسلائل أوليائك وصفوتك وأولاد أصفيائك صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم أجمعي هذه الكلمات بخصوص الأئمة المعصومين الأصل الذين إمامتهم حقيقية وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والوصيين في سائر الديانات المتقدمة وفي سائر ما سيكون وسيأتي فإن إمامتهم مجازية بالقياس إلى إمامة محمد وآل محمد لأن إمامتهم فرعية وأحاديثنا صريحة وواضحة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة وولاية محمد وآل محمد هذا الموضوع من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة كامل الزيارات لابن قولويه القموي المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب الثامن في الصفحة السادسة والعشرين الحديث الحادي عشر بسنده بسند ابن قولويه عن أبي بكر الحضرمي وهذا الرجل يروي عن الباقري ويروي عن الصادق أيضا قال قلت له قال للإمام الباقري أو للإمام الصادق قال للمعصوم صلوات الله عليه لأن السند جاء مترددا بين الصادق أو الباقر حتما هذا التردد من قبل الرواتي الذين نقلوا عن الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر الحديث حديثهم حديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله هو حديث الله سبحانه وتعالى إنه ما ينطق عن الهوى فكل حرف من حروفه هي من حروف الله سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى أبو بكر الحضرمي يسأل الإمام صلوات الله عليه أي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عز وجل يشير إلى مكة وحرم رسوله صلى الله عليه وآله يشير إلى المدينة فقال الإمام الكوفة 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 يا أبا بكر إنه أبو بكر الحضرمي الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسليين هناك مدفون أبونا آدم في النجف الكوفة هي النجف وهناك مدفون أبونا نوح أيضا إنه أبونا الثاني أبو البشرية الثاني ألا تسلمون يا معاشر الشيعة حينما تزورون أمير المؤمنين في النجف تسلمون على سيد الأوصياء وتقولون له السلام عليك وعلى ضجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح هذه هي الكوفة فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين فالأنبياء منهم مرسلون ومنهم غير مرسلين فقال الكوفة يا أبا بكر إنه أبو بكر الحضرم هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين والأوصياء الصادقين وفيها مسجد سهيل الذي نعرفه بمسجد السهلة مسجد السهلة هو مسجد سهيل وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه ومنها من الكوفة من الكوفة يظهر عدل الله لأنها عاصمة قائم أهل محمد إنها عاصمة الكون عاصمة الكون لأن دولة قائم أهل محمد هي دولة الكون ما هي بدولة الأرض هي الدولة التي ستمازج ما بين عوالم الغيب وعوالم الشهادة ومر الكلام في هذا الموضوع في تفاصيل الحلقات المتقدمة ومنها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمه والقوام من بعده القوام من بعده أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء هم القوام من بعده وفيها يكون قائمه والقوام من بعده الذين يفهمون هذا التعبير بخصوص المهديين الاثني عشر يسيئون فهمه لأن الأصل بعد قائم آل محمد هو الحسين العناوين البقية ستكون منطوية في أثنية الحسين وفيها يكون قائمه والقوام من بعده إنها الرجعة الكبرى وهي منازل النبيين الحديث عن الكوفة وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين أعتقد أن صورة صارت واضحة ومع ذلك فإنني سأضيف ما أضيف من التوضيحات غيبة الطوسي إنه محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة مؤسس المذهب الطوسي سنة 448 إنه شيخ الطائفة شيخ الطائفة الطوسية هذا ما أعتقده وأثبته بالأدلة والوثائق والحقائق غيبة الطوسي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 48 بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن الحسني ابن علي الخزاز قال دخل علي بن أبي حمزة هذا الذي قال له إمامنا الكاظم من أنك حمار أنت وأتباعك أشباه الحمير هذا هو الذي أسس الدين الواقفي اللعين على أي حالة وبالمناسبة هذا ابن أبي حمزة البطائني كان تلميذا عند أبي بصير وهو الذي كان يقود أبا بصير إلى بيت الإمام الصادق صلوات الله عليه لأن أبا بصير كان ضريرا دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام لأن البطائنية هذا كان ينكر إمامة الإمام الرضا مع أنه كان من مراجع الشيعة زمن إمامنا الكاظم وكانت أموال الإمام الكاظم عنده الشيعة كانت تسلم الأموال الشرعية للبطائني هذا والذي سرقها بعد استشهاد إمامنا الكاظم وأسس دينا إنه دين الواقفة اللعين حيث تبعه كل أصحاب العمائم وبقوا على دينهم هذا وماتوا قليل منهم رجعوا عوام الشيعة رجعوا إلى إمامنا الرضا أما أصحاب العمائم فبقوا على دين الضلال هذا وماتوا على ضلالهم وكثير من الرواة الذين أنقل لكم أحاديثهم هذه الأحاديث تحدثوا بها أيام هداهم ولكنهم بعد ذلك ضلوا ضلوا إمامنا الرضا كان يصفهم بأنهم كلاب ممطورة والكلاب الممطورة كثيرة كثيرة في زماننا هذا دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام قال نعم فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول إنه صادق صلوات الله عليه يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب هذا المصطلح هنا مصطلح خاص بثقافة العترة الطاهرة هذا الكلام يدخل في دائرة معاريض كلامهم حينما تأتي الروايات وتتحدث عن أن الإمام لا بد أن يكون له عقب المراد من العقب هنا أن يكون من بعده إمام معصوم وليس الحديث عن مطلق النسل إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب تقرأ عقب بكسر القاف وتقرأ عقب أيضا بتسكين القاف والقراءتان صحيحتان لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال إمامنا الرضا أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر ليس هكذا قال جعفر الصادق صلوات الله عليه إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا عقب له لا إمام تكون إمامته أصلية من بعده الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو قائم أهل محمد فإن الحسين يخرج في آخر زمانه ليس هكذا قال جعفر إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب له ولد يكون إماما من بعده إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا عقب له لن يكون من ولده من هو إمام بعنوان الإمامة الأصل ولذا فإن المهدية الأول بحسب ما عرفته الأحاديث هو مهدي إمامته فرعية أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قهل جعفر إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له صدقت جعلت في ذاك هكذا سمعت جدك يقول الرواية واضحة وصريحة لا يستطيع البطائني أن ينكر هذه الحقيقة لا شأن لنا بالبطائني إنه عمار مثل ما قال له إمامنا الكاظم قال له يا علي إنه يخاطب البطائنية وكان مرجعا كبيرا في زمانه من مراجع الشيعة أنت وأتباعك أنت وأتباعك أشباه الحمير ذكروا ذكروا الشيعة ذكروهم بالوثيقة الدخية مالذي أجيب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش إشي عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أخبر خمسة قال يلا مستعجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاقا أغميشيني كما تقول خلاقا أغميشيني جيمي كتبه لأ بكار حالة السنو فقوش ديخ عرفي فقوش والنص عباردة كنا وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسماء عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ وغاية شيء لا مو علم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم رواية مهمة جدا هذه الرواية الحسن ابن علي الخزاز يقول دخل البطائني على إمامنا الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام لماذا يسأل الإمام الرضا لأن الإمام الجواد وهو الإمام من بعد إمامنا الرضا هو ابن الرضا لم يولد إلا في السنوات الأخيرة من حياة إمامنا الرضا لهذا السبب كانت الواقفة اللعينة تثير هذا الإشكال من أن الإمام الرضا ليس بإمام فمن هو الإمام من بعده البطائني يقول للإمام الرضا أنت إمام هناك العديد من المطالب ترتبط بهذه الرواية لكنني لا أجد مجالا كي أخض في كل صغيرة وكبيرة بخصوصها وإنما سأسلط الضوء على ما يرتبط بموضوعنا بموضوع المهديين الاثني عشر فقال له أنت إمام قال نعم فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا يعني أنه لا يولد له ولد وإنما لا يكون من أولاده إمام إمامته إمامة أصلية كإمامة أبيه إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له صدقت جعلت في ذاك هكذا سمعت جدك يقول في المصدر نفسه في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن الحسين ابن ثوير ابن أبي فاختة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين وإنما ستكون في الأبناء لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب وهذه قاعدة من قواعد عقيدتنا في الإمامة فإن الإمامة بهذه التفاصيل هي التي نعتقدها لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب ومن هنا قلت لكم من أن الإمامة الأصل يكون له عقب إلا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه المراد من العقب هنا الإمام المعصوم الأصل الذي يأتي بعد أبي مثل ما تقول هذه القاعدة ولا تكون لا تكون الإمامة بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب وما جاء في المصدر نفسه أيضا في الصفحة السابعة والأربعين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن عقبة ابن جعفر قال قلت لأبي الحسن لأبي الحسن الرضا إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر وهو العاشر في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه قلت لأبي الحسن قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد لأن ولادة إمامنا الجواد تأخرت قلت لأبي الحسن قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد فقال يا عقبة ابن جعفر إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم لا يموت حتى يرى ولده من بعده الحديث هنا عن الإمام المعصوم الذي يأتي من بعده وليس الحديث عن سائر الأولاد والأبناء فعقبة ابن جعفر يقول للإمام الرضا قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد إنه يتحدث عن إمام معصوم يأتي من بعده لأن الإمام الرضا هو الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر فمن هو التاسع لا بد أن يكون من الإمام الرضا لأن الإمامة من بعد علي بن الحسين تكون في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هذا الأمر يتوقف عند إمام زماننا مثل ما مر في الرواية قبل قليل من أن قائم آل محمد لا عقب له لا يعني أنه ليس له أولاد فإن المهدي الأول هو ولده لكنه ليس إماما أصلا إمامتهم فرعية إمامة المهديين الاثني عشر إمامة فرعية يا عقبة بن جعفر إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى ولده من بعده وولد بعد ذلك إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وتفرعت الإمامة حتى وصلت إلى الإمام الثاني عشر إلى قائم آل محمد الحجة بن الحسن العسكري إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذه التغطية الشاملة لما جاء في النصوص المعصومية الخلاصة الخلاصة المهديون الاثنى عشر مجموعة حقيقية ستكون موجودة بعد وفاة قائم آل محمد إمامتهم فرعية وإمامتهم الفرعية ليست من شؤون مرحلة الظهور المهدوي ليست من شؤون اليوم الأول من أيام الله إنها من شؤون الرجعة الكبرى من شؤون اليوم الثاني من أيام الله نحن نقرأ في سورة الأنبياء في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا الآية تتحدث عن ولد إبراهيم الخليل من سارة وليست من هاجر ووهبنا له إسحاق ويعقوبنا فلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة هذه الإمامة الإسرائيلية فإبراهيم صار إماما بعد أن صار نبيا مرسلا صار إماما هناك إمامة إسرائيلية وهناك إمامة إسماعيلية الإمامة الأعظم هي الإمامة الإسماعيلية التي تتمثل بمحمد الأعظم صلى الله عليه وآله إمامة إمامة الإسرائيليين إمامة فرعية هذه إمامة إسحاقية يعقوبية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدي هذه إمامة فرعية الإمامة الأصلية هي الإمامة الناسخة لكل إمامة أية إمامة عندنا ناسخة لكل إمامة إنها إمامة محمد صلى الله عليه وآله هي الناسخة لكل إمامة وكل إمامة تتفرع عن إمامته وكل إمامة أخذ عليها ما أخذ من العهود والمواثيق أن تكون تابعة للإمامة الأعظم لإمامة محمد صلى الله عليه وآله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هذه الإمامة منطوية تحت الإمامة الأعظم القرآن هو الذي يخبرنا بذلك الآيات صريحة وواضحة وقد مرت علينا في الحلقات المتقدمة من أن الأنبياء تأخذ عليهم العهود والمواثيق في أن يكونوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وآله ما جاء في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم فإن الدين منذ زمان أبينا آدم لم يكن كاملا وإنما كان في حالة تكامل إنما أكمل الدين بمحمد وآل محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى كل الأنبياء والمرسلين قبل أن يكون موجها إلي وإليكم وهو موجه إلى هؤلاء الأئمة أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذه إمامة فرعية أيضا فلنقرأ الآية التي قبلها ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إمامتهم جاء عيسى فنسخها حينما أقول نسخ إمامتهم نسخ أحكامهم ونسخ دينهم فأين فعلية إمامتهم جاء عيسى فنسخها الإمامة الناسخة لكل إمامة والمهيمنة على كل إمامة هي إمامة محمد الأعظم صلى الله عليه وآه فكل إمامة من قبله وكل إمامة من بعده هي إمامة فرعية إمامة علي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم إمامة أصلية الذي أصلها محمد صلى الله عليه وآله إمامتهم متفرعة عن إمامته لكنه هو الذي أصلها فسائر الإمامات الأخرى ستكون فرعية التي سبقته أو التي تأتي من بعده ومن هنا فإن إمامة المهديين إمامة فرعية الأئمة الأصل أصل الأصول محمد صلى الله عليه وآله وهو الذي أصل الإمامة للأئمة الذين جاءوا من بعده هكذا قال لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين والقرآن واضح القرآن واضح في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير ماذا نقرأ فيها وهي صريحة جدا وواضحة جدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأصل الأصول هنا علي لأن الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة تشتمل على التوحيد والنبوة والقرآن وسائر وسائر تفاصيل الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير هذا هو تأصيل الإمامة لعلي ولفاطمة ولولد علي وفاطمة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن صريح في هذا الإمامة هنا فرعية في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتابة فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذه الإمامة وغيرها أين تقع بالقياس إلى إمامة علي التي تحدثت عنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد العظمى تساوي صفرا من دون بيعة الغدير من دون إمامة علي فأين نضع إمامة الأئمة هؤلاء الذين ذكروا في سورة الأنبياء أو الذين ذكروا في هذه السورة في سورة السجدة المعنى يتضح جليا فيما ذكر في سورة الصافات الآية التاسعة والسبعون بعد البسملة والتي بعدها سلام سلام على نوح في العالمين سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم فإبراهيم من شيعة نوح هذا صريح القرآن تدبروا في الآيات سأعيد قراءتها سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح فإبراهيم من شيعة نوح وإبراهيم كان عبدا مخلصا لله وكان معصوما وكان خليلا لله سبحانه وتعالى وكان نبيا وكان مرسلا وصار بعد ذلك إماما لكنه من شيعة نوح فإن إمامة إبراهيم فرعية بالقياس إلى إمامة نوح نحن ماذا نفعل لكي نناقش الذين ينكرون الإمامة نستدل بإمامة إبراهيم الأئمة فعلوا هذا ونحن كذلك نستدل بإمامة إبراهيم لإثبات إمامة أئمتنا أي ظلم أي ظلم هذا أي ظلم هذا لكن الواقع هو الذي يفرض علينا أن نكون في مقام المدارات لعل الناس يهتدون وهذا هو الذي فعله أئمتنا ونحن نقتدي بسيرتهم فإبراهيم إمامته فرعية وهو من شيعة نوح ونوح في رواياتنا وأحاديثنا في هذا الكتاب الرواية موجودة لا مجال لقراءتها إنه الجزء الثامن من الكاف الشريف الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الذي سيشهد لنوح يوم القيامة على نبوته بين يدي الله سبحانه وتعالى حمزة عم النبي وجعفر الطيار فحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق هؤلاء هم شهداء الأنبياء نوح نوح هو أفضل الأنبياء وأفضل أولي العزم حين أتحدث عن أفضلية نوح بالقياس إلى إبراهيم الخليل بالقياس إلى موسى الكليم بالقياس إلى عيسى المسيح فإنه أفضل الأنبياء أولي العزم نحن حين نسلم عليه في زيارته في النجف نقول له السلام عليك يا شيخ المرسلين هو شيخ المرسلين إنني أتحدث عن المرسلين من شيعة محمد صلى الله عليه وآله محمد ليس داخلا في الموضوع فنوح هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد صلى الله عليه وآله من الذي سيشهد له يوم القيامة حمزة وجعفر حمزة وجعفر في الأحاديث أيضا حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون قمر بن هاشم يغبطونه على منزلته العباس بن أمير المؤمنين العباس من شيعة علي العباس من شيعة محمد وآل محمد إنه من عظماء شيعتهم حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون يغبطون العباس بن أمير المؤمنين على منزلته فأين منزلة العباس من نوح إذا كان الحمزة وجعفر هما الذان سيشهدان له بين يدي الله على نبوته هذه أحاديث العترة هذا ما هو كلامي هذا هو منطق العترة الطاهرة المهديون الاثنى عشر يكونون جزءا من هذه المنظومة إنهم قوم من شيعتنا سيدهم سيدهم الأعلى سيدهم الأعظم هو الحسين الحسين هو الحاكم الأول والآخر وهو الحاكم الظاهر والباطن في المرحلة التي سيكون فيها المهديون الاثنى عشر موجودين لا نملك روايات وأحاديث من أن المهديين الاثنى عشر سيكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله وسلام عليه لكن أوائلهم قطعا سيكونون في مرحلة الحسين في الرجعة الكبرى قد يكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله عليه وقد يكون بعضهم وهم أوائل المهديين في مرحلة الحسين أما البقية فسيكونون في المراحل القادمة لأئمتنا لمحمد وآل محمد إنهم الأئمة الأصل صلوات الله عليه إنه من عبادنا المؤمنين الحديث عن نوح ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم المهديون الاثنى عشر من شيعة الحسين قوم من شيعتنا صارت الصورة واضحة أم لم تتضح بعد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر